ليش إعلان شيعة العراق وكيف تم التحضير له بما أنك أنت شخصيا شاركت في ذلك إعلان شيعة العراق قبل أن أنطفت فكرة أنه للأسف الشديد شوه وأسيء له كثيرا وحاول عدد من الكتاب والصحافة العربية وغيرها وإسقاط هذا الإعلان واتهام بالطائفية وأنه يدعو إلى تفتيت العراق وإلى طائفية سياسية من نوع آخر وهو إلى آخره ظلم كثير لأول مرة ستسمع ستار عمار لأول مرة ستسمع خفايا هذا الإعلان وكلمة إنصاف وموضوعية بحق هذا الإعلان أنت ما تكلمت عن الموضوع مسبقا أبدا أبدا لم أتحدث ولم أتطرق رغم الهجمة العنيفة وأنا أحد الذين تعرضوا إليها لأنه مرة مصطفى الكاظمي في ذلك الوقت هو رجل الإعلام ويحرر بجريدة المؤتمر سألني قال أبو أروه جاي دور عندنا بالأوساط الإعلامية بأن أنت كاتب إعلان شيعة العراق فبيني وبينك هل أنت اللي كاتب الإعلان قلت له لا مو أنا اللي كاتبه لكن أجاوبك بنقطتين راح أرجع عليه المرة ثانية أنه أولا أنا أحد العشرة واضعي أفكار الإعلان هذا واحد ثنيا الإعلان قام على ثلاث مبادئ ومقومات أساسية واحد من عدهن أنا مخليه وهو الديمقراطية وراح أزودك أستاذ عمار بوثيقة تثبت هذا الكلام أنه المبدأ الثالث وضعه وأصر عليه فائق الشيخ علي من ثلاث مبادئ يدعو إليها الإعلان الإعلان شنو؟ الإعلان من 2001 إلى 2002 على مدى السنة دعا إلى لقاءات ثلاثة أشخاص دكاترا الدكتور موفق الربوعي حزب الدعوة؟ هو طالع من حزب الدعوة من 96 وصار لاحقا بالعراق أمن القومي والدكتور صاحب الحكيم رئيس منظمة حقوق الإنسان في العراق والدكتور علي علاوي اللي حاليا وزير مالية وكان في حكومة بريمر وغيرها وزير دفاع ووزير مالية هو تبع أي تيار أو حزب؟ إسلامي ذول ثلاثتهم اللي ذكرناهم إسلاميين ودعوة سابقين ثلاثتهم دعوة سابقين ثلاثتهم نعم فهو هذا يعني الدافع يكون إسلامي للحديث عن إعلان شيعة الأراق دعوا إلى اجتماعات وعقدنا اجتماعات كثيرة وفي كل هذه الاجتماعات أنا حاضر يعني ولدي ملاحظات حتى كنت أراجع وثيقة إعلان شيعة العراق من أكثر من أربعين صفحة ووجدت بدايات الوثيقة أنه كل صفحة أدي ثلاثة إلى خمس ملاحظات عليها كاتبها يعني قلت هاي اللون مشرت على اهتي حال حتى توجه أخيرا بإصداره أنا قبل ما أوصل حق إصداره بتكلمني عن خلفياته هاي كلها مخاض كيف هاي المقدمة راح توصلنا إلى اللي إنت تريده بس لابد من هاي المقدمة حتى الناس تحيط علمه لأن غالبي شاب أندر كتب قال وضع فصول الإعلان أنا واللي كتبه شخص واحد هو سليم الحسني ومدح الصياغة الصياغة لا ركيكة يعني تحتاج إلى إعادة صياغة لو كنت أنا كاتبة حتى قلت له بوقت المصطفى الكاثمي قلت له لو أنا كاتبة ما أكتبها بهالركائي أكتبها بأقوى يعني مو هذا الموضوع ولا أنه اللي كتبه واحد ما أدري ما أعرف أنا أدري اللي كتبه ثلاثة لأنه من كنا نطرح الأفكار إحنا العشرة تحديدا تسجل هذه الأفكار يعني إذا تريد أعدد لك من العشرة لأن راح نترك مثلا فت خمسة أفرض أعدد لك حتى لا ذكرنا ثلاثة نترك ذكرنا ثلاثة وأنت الرابع وأنا الرابع التوفيق الياسري خمسة أي هاي خمسة كافية من عشرة يعني زين وأكو خمسة آخرين حتى لأنه هو ميتين واحد اللي وقعوا على إعلان شيعة العراق فخلي أخذون ذولاك الخمسة الباقين كل من يقول أنا أحسن مما أعدد أكثر طيب شن هو الإعلان الإعلان يحس بأنه الطائفة الشيعية في العراق حسب الإعلان تمثل الأغلبية وهاي الأغلبية مضطهدة على أمر السنين تعرضت إلى اضطهاد لأن الحكم بيد كما يقول الإعلان بيد الأقلية السنية طيب فذول الشيردون يردون أنصاف كذلك لهم الشيعة العراق اللي شيعة العراق هو يعبر ويسمع إعلان شيعة العراق يعبر عن ري شيعة العراق ما لا علاقة بالشيعة الآخرين دعا من خلال هذه النقاشات إلى ثلاثة مبادئ المبدأ الأول إلغاء التمييز الطائفي وهذا مبدأ عظيم يعني أنت تلغي التمييز الطائفي يصبح ولائك للعراق مو للطائفة لأن جاي تلغي التمييز الطائفي وتحارب بالتمييز الطائفي ولا واحد دعا إلى نظام لا مركزية لأنه في العراق في أيام الدكتاتورية وحكم صدام حسين وغيره مركزية بغداد هي اللي تحكم كل العراق من الفاوز اخو فدعا إلى تفتيت السلطة واللا مركزية وأن المعافظات هي اللي تحكم هذا المبدأ الثاني وهو المهم والمبدأ الثالث اللي أنا وضعه وأصريت عليه بموجب الوثيقة اللي أزودك بيه إن شاء الله مبدأ الديمقراطية إقرار الديمقراطية هذا المبدأ عورض من قبل الثلاثة الأساسيين اللي ذكرناهم والآخرين وأكثر من خمسين شخصية ظلوا يناقشون الإعلان ميتين شخصية وقعوا بس أكثر من خمسين شخصية ظلوا يناقشون الإعلان ويعقدون اجتماعات مستمرة في بيوتات مختلفة ذوله كلهم ما يؤمنون بالديمقراطية بمعناها الليبرالي أو معناها السياسي إسلامي هو يؤمن بالشورى ويقرأ لك آيات إنه وأمرهم شورى بينهم وشاورهم بالأمر وكان نقايشي خلال ذي الفترة إنه هذا الخطاب موجه للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إحنا الآن ما عدنا نبي حتى يشاورنا بالأمر وين النبي اللي يشاورنا حتى الله يعمره يقل يشاورهم بالأمر وأمرهم شورى بينهم إحنا صحابة حتى كلنا نشاور بناتنا ونقرر القرار وعلى رئيسنا واقف نبي لا فتقول أن الأغلبية من الخمسين تقريبا شخصية كانوا مع الترضين على الجانب الديمقراطي لمفهومة الليبرالي ولذا أنا أرسلت آخر قبل الإعلان أرسلت رسالة للدكتور صاحب الحكيم لأنه قال لي راح نعلن وهذه الأسماء وكذا قلت له إذا ما تثبت الديمقراطية أنا اسمي اتحذفه واعتبر هاي الرسالة وثيقة رسمية جاي أخاطبك به فما عدي استعداد أوقع على إعلان هاي بالرسال ما بي الديمقراطية كلمة الديمقراطية أو مبدأ الديمقراطية ما عدي استعداد فأقمت هذا المبدأ الآن الآن لو سنة العراق يحاكمون الشيعة على هذا الإعلان يقولون لهم قلتوا اللي أقريتوا الغاء التمييز الطائفي طيب الآن عدنا تمييز طائفي بالعراق قلتوا اللي قلتوا تدعون إلى نظام ديمقراطي وأنها الديمقراطية الآن شكلية كاذبة وليست حقيقية ما بي أتكلم عن الحين ما هو في وقت أحنا ما نتكلم أبدا أحنا نذكر في وقت الاعتراضات من أجت أجت من السنة بالدرجة الأساس وطبعا حتى الأكراد وأنا هذا هني يعني موضوع كنت أبيك بس تخلص المقدمة حتى أنا أتوقف عن جزئية نعم ليش ما شاركته السنة هو يعبر عن واقع شيعي طيب أسأل سؤال آخر ايه احنا قاعد نقول احنا نبي عراق جديد لا يقوم على التمييز الطائفي ايه نعم احنا أول مؤتمر سويناه أو إعلان أو دعوة سويناها للعراق الجديد اللي نبي قائم على أساس مذهبي شلون من خلال شيعا لا يعني شيعا اللي احنا جمعنا بس الشيعا وأعلننا عن 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 رغبتنا أن العراق الجديد ما يكون في تمييز طائفي بس احنا في نايل اجتمعنا شيعا ما يخالف أستاذ أمار هم ذول الشيعا شوك تيجتمعوا اجتمعوا في عهد صدام عسين في الدكتاتورية وليس بعد إزاحة صدام عسين وثبتوا هاي المبادئ وهاي بالعكس استبقوا الأعداد وثبتوا مبادئ مهمة هو جاي يدعو الإعلان إلى الغاء التمييز الطائفي جاي يدعو فليش ما صار الإعلان إعلان إعلان مثلا إعلان أهل العراق يجمع الإعلان الشيعة والسنة والأكراد في بوتقة واحدة ويعلنون عن مبادئ يلتزم فيها الجميع تقوم على عدم التمييز الطائفي من غير ذكر المذهب هذا السؤال هو مهم وعميق بالسياسة فيحتاج إلى جواب عميق شلون إحنا عدنا ثلاث مكونات أساسية بالعراق الأكراد والسنة والشيعة الأكراد أعلنوا عن مستقبلهم السياسي وارتباطهم بالدولة العراقية القادمة من خلال إقرار النظام الفيدرالي دولة أعلنوا مخلصين يعني من يتناقشون وياك إحنا نريد فيدرالية ما لكم علاقة بينا إحنا زنين مزنين نتقاتل ما نتقاتل وإحنا فيدرالية وهذا واحد السنة على اعتبار حسب إعلان شيعة العراق وولاد أنهم يحكمون صار لهم أكثر من ألف سنة هم يحكمون العراق ورجال حكم مو أنه محكمين أو أنه مضطهدين طبعا نحن نتحدث عن الطبقة السياسية أرجو أنه لازم يفهم المتلقي محديثنا عن الناس ولكذا الطبقة السياسية السنية هي اللي تعكم مزين الشيعة شنو الشيعة طبقة محكومة حسب الإعلان إحنا محكومين يقول لك هو يقول الإعلان أنه إحنا محكومين فش ريد من الدولة هاي الدولة اللي عاملونا بها من الدرجة ثانية ما عاملتنا الدولة بأن إحنا مواطنين من الدرجة الأولى حال مثلا اللي حكمونا السنة يعني مو معقولة 22 وزارة بزمن صدام حسين 2 للشيعة و20 وزارة سنية مو منطقي وأغلبية الشعب شيعة شنو يعني ذول الشيعة معدهم ولا للدولة يعني وبعدين الوزيرين يجعيبهم واحد مال ثقافة وإعلام وشنو منصب وليل دقوا رقص وصدام هذا وزير شيعي شوفوا ترى ذول الشيعة بس يدقون ورقصون معدهم غير شغلة وزير ثاني يلطلط به منهم منهم مو منطق هذا مو حكم مو حكم شمعنى يعني حافظ أسد العلوي من يحكم سوريا اثنين وعشرين وزارة عشرين سنية واثنين علوية أو واحدة علوية سانة ماردقارين بالأخير هم العلويين يحكمون أجهزة الأمن والمخابرات بكل استخبارات بس أقول المفروض كان يعكس فتصورة نظام الحكم في العراق صورة لهذا الشيء بس السنة يتحملون يتحملون نتيجة نهج صدام أو حزب البعث ما يتحملون لا هم مو السنة الإعلان يتحدث عن السنة السياسيين ما يتحدث عن السنة الناس البسطة الناس البسطة حالهم حال الشيعة أتى بعدين روح للمناطق السنية سواء بعهد صدام حسينة أو بالعهد الحالي راح شوف نفس المستوى من الفقر والجوع والقحط كله نفسي شيء ماكو فرق شعب كله واحد بس قصدي الطبقة السياسية فهذه الطبقة اللي نتحدث عنها سوت خلل الشيعة الشيشعرون ما عدهم قائد عسكري أما أنه أنت تجيب لي مثلا مرة رئيس أركان الجيش أفرض وظل تتحدث بها والله عبدالواحد شنان آل أرباط الشيعي من الجنوب إحنا جبنا رئيس أركان أو أو وزير دفاع أو معرفته مو هذا أو رئيس الوزراء جبنا الدكتور سعدون عمادي لا حيلا يربط ما بيده كل شيء قيادة بي تصدام مو هذا الموضوع الموضوع أنه إعادة يعني صياغة جديدة للدولة العراقية إعلان شيعة العراق دعا إلى هذه المبادئ المهمة والمحترمة فهو